بسم الله الرحمن الرحيم. آآ معاكم الدكتور محمد شاهين مدارس آآ بطب الازهر هنتكلم عن ونتكلم عن ودي المحاضرة الثالثة. آآ اتكلمنا قبل كده عن المحاضرتين آآ قبل كده عن او زي ما احنا شايفين وتكلمنا عن وهو قولنا ده هو بنبدأ العلاج به وبي يستطيع العلاج به. آآ اللي انا بدور على زي والاي جي جي والاي جي اي. بدور على آآ بتعمل زي او 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 الهدف من اللي انا بدور على بتاع الفيروس او بشوف او بقيس الانتيبولي رسبونس للسارس كوف تو. الوقت بتاعها الانتيبوليز ديت بتقعد من آآ آآ يعني ممكن تاخد لها اسبوع لو اي جي ايم من عشر ايام او او الاي جي جي ممكن تقعد لها الاسبوعين. بالنسبة للانتيجينز طالما فيه فهتلاقي الانتيجين موجود. عشان المادة والرأسية موجودة والبروتين بتاعه اللي هو الانتيجينز موجودة عليه. بتعني ايه لو الحاجات دي موجودة? بتاني اللي فيه بالانفيكشن. انطلبة بالبيسي ار. او السلسكوف تو انفيكشن لو الانتيجين موجود او او انا اتحققت بالبيسي ار. بغض النظر عن حالة المريض هل هو اسيمتوماتيك او ميلد او سيفير. طيب عشان نفرق ما بين اللي هو المرة اللي فاتت والسكرينينج اللي هنقولها المرة دي. الاسكرينينج تيست البرينسل اللي بتاعها ديت انتيجين انتيبودي ري اكشن. عشان الايام ما حقيس الانتيبودي. الايام ما اشوف الانتيجين ازا كان موجود وهلا. لكن انا بشوف سبسيفيك سيكوانس من الفيرل ار انيه. الطريقة ممكن اعملها لابد لو سكرينينج تيست وديت طبعا بتاعته على يلا. الاحسن منها الالايزا ممكن اعملها بالكيميليومينيسنس اميون اي سي. الملكل التيست بعمله بالريال تايم بي سي ار. طيب انا بدي تيكت ايه في الاسكرينينج تيست لاما بشوف الانتيبوديز اللي هي الاي جي ام لما تكون او بص ام فيكشن بالاي جي جي. اه وممكن لو انا بدور على الانتيجين هشوف ايه الانتيجين نفسه. طيب في الملكل التيست او البي سي ار انا بعمل ايه? انا بدور على المادة اللي في رسابتة الفيروس. اللي هو الار اني ايه. بشوف ايه? وبقى اشوف. ودوت لما بيك بقى موجود بيبقى فيه. بستخدم زي من اسمه بس بشوفه كسكرينينج فقط. لكن لكن ده بيستخدم عليه بقى ابدأ العلاج وبنتهي بوقف العلاج. بتاعت بتاعت بتبقى اوليلة عشان ممكن يحصل فيه مع الاضر كورونا فيروس. السارس كوف تو انتيبودي بتبقى اهل في الانتيجين. لكن بالنسبة للميكرا تيست بمعنى لو لو بوصطي بيبقى بوصطي. ما فيش كورو سراكش. السنستيفي بتاع السكرينينج تيست بتختلف هل انتيجين او انتيبودي الانتيجين ممكن توصل لستين في المية وممكن توصل لخمسة وتوانينين في المية لو فيه يعني لو فيه فيروسات كتيرة لكن الانتيبودي بتختلف بقى من خمسين لستين في المية على حسب الطريقة. يعني الرب التيست بيشوفها لحسب الشركة المصنعة في حالات صيني بتبصل لسنستيفي العشرة في المية. ممكن توصل لتلاتين وخمسين في المية. الايزة بتبقى احسن شوية. اه بالنسبة للميكرا تيست بتوصل لستين لسبعين في المية. بتاعتها قليلة عشان بتاعتمد او بتتأثر به هل بتاع العينة مزبوط هل بتاع العينة كمزبوط او الميديا بتاعت الفيروس مزبوطة. الترانسبورت مزبوطة او لأ. ده كله بيقلل من السنستيفي لو مش متاخد مزبوط. بتاع السكرينينج تيست بيبقى سيمبل بياخد وقت بسيط حوالي ربع ساعة. مش محتاج مهارات اه ولا ناس كتير تبقى متعاة اه سكيلز عالية يعني اه رخيصة اه ممكن تستخدم كبوينت اوف كير تيست تست. لكن المميزات بتاعت الموليكولر تست بتبقى سبسيفيك واكوليت اه ولكن اديز ادانتش بتاع السكرينينج تيست بيبقى مش سبسيفيك اوي اه والسنستيفي بتاعته حتى قليلة. وان كان اي سكرينينج تيست المفروض بيبقى سنستيفي بتاعته عالية اه واي اه كونفيرمات تيست المفروض اللي تتبع عليه. بس هنا آآ بتاعه بيحتاج معينة بيحتاج ميديا معينة بيحتاج اجهزة معينة ولازم يتعمل في معمل ما ينفعش آآ يبقى إلا في اضيق الحدود. طب لو انا عاوز عمل آآ ما بين التلات طرق اللي انا بشتغل بيها. الرابد او دوت لو شفنا دي سيرام او بلازما وسعب بهول بلاد. لكن لايزا سيرام او بلازما بس ما فيهاش بلاد. الدياجنوستيك ريال تايم بي سي ار بيبقى هنزو فارنجا لسواب. بالنسبة انا بشوف الرابد بشوفه او بشوفهم بيبقى آآ في لون بيظهر على بالعين المجردة. لكن بالنسبة لكن بالنسبة للالايزا الالايزا بديتكت الاي جي ام او الاي جي جي. اللي انت بديز وبعسهم بجهاز ببوكاليمتريك السي. البي سي ار بشوف الار ان ايه بتاع آآ الفيروس بشوف موجودة فيه. آآ نقاط القوة بالنسبة للرابد دوت فيري لو يعني آآ كوست بتاعه ممكن يستخدمه جنب المريض ممكن يستخدمه حتى في البيت آآ بياخد من خمسة العشر لخمستاشر دقيقة والاي جي ام والاي جي جي بيبقى عشان هي بتطلع لكن مش بتبقى هاي قوي يعني الاكيريس بتاعه. الالايزا بشوف بشوف الاي جي ام او الاي جي جي بيبقى وبيبقى برضو بتطلع لكن ممكن تبقى بدري شوية القطة بدري شوية عن الرابد. بالنسبة الدياجنوستيك بقى او بالنسبة البي سي ار ده انا بستخدمه في الدياجنوزيس بشوف يعني لو لما يطلع موجود يبقى فيه او فيه المادة الروسية بتاعت الفيروس بتبقى في الاسمتوماتيك آآ بيريود او اللي هيظهر بس لكن دي مش هتبقى مش هتظهر اللي مقاط الضعف بتاعت الرابد. الرابد دوت لازم اللي انا اا اا اعكد عليه بتست اخر اللي هو البي سي ار عشان اللي بيحصل آآ في طبعا على حسب الشركة المصنعة لكن الالايزا بيحصل لازم برضو اعكد عليه بالبي سي ار بتستخدم ايضا وعشان فيه مع آآ وبتحتاج يعني ما تستخدمش يعني الالايزا ما يفعش لكن الرابد تست بيممكن يستخدمه في آآ بوينت اوف كير تست. آآ دوت آآ تحليل معقد لازم الايجنت معينة واكوبينس معينة بتاعته بعد خمس ايام من السنس من السمتم يعني بيبدأ بيبدأ عالي بتاعته بعيني يقل لكن بتبدأ قليلة وبعدين بتاعته او الاكوليس بتاعته بتزيد. البي سي ار عيبه برضو اللي هو بيتأثر بتاعته بتتأثر بي. طيب الانتجن بقى لو انا هدور على الانتجن مش كل الانتجن بتبقى قوية لحد آآ لغاية ما يحصل لها انتي بودي رسبونس. الانتجن which antigen elicit antibody response. فيه انتجن بتكون او بتستسير الجسم او تحفز لهو ينتج اجسام مضادة ضدها. وفيه انتجن لأ. اهم حاجة عندنا بروتين وده اللي بيتفاعل مع عشان كده يعتبر البروتين اللي بتطلع ضده اجسام مضادة ولكنه ايه برضو لسه مش اه مش اكيد. الام بروتين في وفي نيكلو كابسل بروتين نشوفها كده في الصورة الجميلة دي. ادي السبايك. وادي. السبايك دل العنوز الوردة. وفي الانفلوب اللي هو الاحمر الدايرة. والار اني ايه او نيكلو كابسل بروتين. والممبرين. وفيه اللي هما طيب آآ بستخدم ايه في الانتجن ممكن اعمله آآ بوينت اوف كير تيست. بعمله رابد آآ تيست. ده آآ فايديته اللي هو ممكن استخدمه في آآ زي مسلا الكورونا اللي من دول وفيه ممكن استخدمه مسلا في محطات الفارز لو في آآ مستاشف حميات وهكذا. الاسباستفاستي بتاعته حوالي تسعين في المية وده حاجة كويسة. لكن بتاعته بتتأثر بالفيرل لو لو بتبقى حوالي ستين في المية ولو زاد لو كان فيه بتبقى توصل لخمسة وتمانين في المية. ممكن يبقى جنب المريض. مش محتاج استفق متدرب كويس. ممكن اعمل اي اعمله في اي وقت. واعمله باي عدد مش لازم آآ يبقى في رن كامل. آآ بياخد حوالي خمسة عشر دقيقة. وآآ مناسب لو في آآ رابد بيبقى مناسب لكده. طبعا ده بيبقى او الهيس كير فالسلتز اللي هي ذات رياجي وكده. لو آآ ممكن ابني عليه علاج او آآ اعمل آآ لكن لو مش هاعتمد عليه. لازم اعمل آآ بي سي ار تاستنج. بالنسبة اللي هي اللي هي طبعا علاج جامد آآ بعمل دي بتوعد حوالي من عشر خمسة عشر يوم يعني اتنا عندنا في حوالي اسبوع لاربعتشر يوم. هنفترض لها متوسط اسبوع بعد الاسبوع بعد عشر تيام يزهر على الاقل يعني ممكن يوضع عشر لخمستاشر يوم. بنسبة بيبدأ من خمستاشر يوم من الاكيوت فيز. الميسود باستخدمه الايزا او كيميليونيسنس. الرابد لا يعتمد عليه. باستخدمه في ايه? اللي انا اشوف الايجي ام اقول اللي هو او الايجي جين هو باست انفكشن او كونفاليسنس استيج والمريض دوت لو التتري بتاعه عالي بينقل لازمة المتعافين يتنقلوا للمرضى كطرق من طرق الايج. هدرب التست. طيب ايه بتاعها? اه هنعرف مش لا توصي بيه باستخدام كان لان اعتمد عليه يعني والده ليه? عشان في انتاج بيعتمد على كزا عامي. بيعتمد على الايج. الاكستريمو في ايج بيتأثره. بنيونيت بيبقى انتاج الاكسام الوضع بعليل وكزلك الالد ايج. زي مثلا بروتين انرجي مال نوتريشن هيأثر على تكوين البروتين. زي الماليجنسي. لو بياخد اميونو سبريسيف تريتمينت او كورتيكوستيرويد. زي مثلا ديابيتس كرونيك ديسيز اميونو كومبراميز ايز دبي ايز بيشن. بالنسبة للانتاجن بتعتمد على زي ما احنا لسا قيلين امريكادي واللو بيرل لود هتتأثر. بيتبقى عم تامن مع مع الازر كورونا واحنا عارفين احنا في سبع سلالات من الكورونا في اربعة اللي هو اللي هو الاولين. اه ده اه كيرف اه بسيط كده بيقول لك اللي هو عند الزيرو وقابلها بخمس ايام او اسبوع ديت مش هيظهر فيها الا البي سي ار او الار ان اي بتاع الفيروس. بعد السمتومس بحوالي ست ايام بتدي يظهر ايه اللي هو الاي جي ام وبعد كده بيظهر الاي جي جي. ده جدوى الجميل برضو شوف من حوالي زيرو لسبع ايام. بين اسم لاسمين. الاسيمتوماتيك استيج دي حوالي خمس ايام فيه بتقعد فترة. ده كله بيبقى هو اللي موجود. بعد كده الاي جي ام بيظهر من اسبوع بينتهى عند واحد وعشر يوم تعريبا. الاي جي جي بيبدأ من حوالي اربعتاشر يوم. ويبتدي يعلى عند واحد وعشرين يوم. وبعدين يبتدي ايه اللي تاني. طبعا ما احناش عارفين هل هو بيبقى ولا بيقل. وما بيديش مناعة ابداية. اه. طبعا فيه كتيرة منها. لكن اهم تلات حاجات زي ما قلنا. والنزام اللي هو الايزا. بيعتمد عن نيكلو كابسط بروتين. والرابط لاترال فلو اميون اس سي. اه. بشوف اميون اجلوبين اي او ام او جي. زي ما قلنا. الرابط بيبقى ممكن عشرة في المية خمسين في المية. الايزا بتبقى موري سبيسيفيك والكيميلي مينيسينس. اه لسه ظهرة جديد وفيه شركات على فكرة بيتنزلها. ده وتمور اه اه بتاعته بتبقى عحلة. اه عشان نفهم الرابط اه تست بنعمله زي. لو انها مدقنا كده من على الشمال. فيه ادي الكارت الموجود ودي فيه نقطة فيه مكان لسامبل. بحطه نقطة. وبعدين اه بعدها فيه كونجيجيت باد. بتستخدم الخاصية الشعرية اللي هي بتمتص السائل. وبعدين يعمل في لول حاد الاخر. اه الخطوة رقم واحد بحطه نقطة من السامبل. بتبقى احتقائل من حوالي اه واحد لعشرة. اه بقى فسن لو هنحط عشرة مايكرو من السامبل يبقى ايه البقر حوالي اه ميت مايكرو. السامبل بعد كده بتسحب السامبل. بعد كده بقى فيحصل اه بيمسك فيه بفيه كونجيجيت باد دوت ايه بيمسك الانتجين بيمسك فيه الكونجيجيت. بعد كده بعد كده الخطوة رقم خمسة. اه بيحصل اه الكونبليكس اللي موجود بها الانتجين انتبودي كومبليكس ده بيمسك في الانتي هيومان مينو جلوبيلون جي لما يكون بتاعة جي او الانتي هيومان مينو جلوبيلون ام انتي بودي لو عند الخط بتاع الام. الاتنين دول بيمسكوه لو الكونبليكس الانتجين انتبودي كومبليكس تكون الانتي هيومان الانتي ايجي ام يمسك فيهم او الانتي ايجي جي يمسك فيهم. بعد كده الكونترول بيبقى موجود رابط جولي كونجيجيت وانتي رابط فدوت كده كده لازم الكنترول يسر. هنبص كده على ناحية اليمين تحت هنلاقي اللي هو اول حاجة هبص على الكنترول موجودة وهو والتست بوصف بادا بوصف. اللي بعديه الكنترول موجود وما فيش عند التست بادا الناجة ده. التاني بقى ما فيش كنترول. عناها اليمين خالص. فدوت كده كده ما بعتبرهوش. زي ما نحن شايفين كده مكان السامبل وبعدين الاي جي ام والاي جي جي والكنترول. ببص على الكنترول الاول وبعد اشوف هل الاي جي ام او الاي جي او الاتنين مع بعض. الابليكيشن اف كوفيد ناينتين اف كوفيد ناينتين انتيبودي ديتكشن لو واحد محجوز في مستشفى او ومعاه سيمتومز اكتر من الخمسة ايام يبقى انا هيجوز ليه اللي انا اعمل لكن لو قبل خمسة ايام من السيمتومز ايه بقى ايه ملهاش لازمة كده كده نعرف اللي هو ايه لو واحد بتاعه اه وعملته كزا مرة ولكن مثلا عنده موجود اه في اه او في سيمتومز جديدة يبقى انا بعمل الانتيبودي ممكن اعتمد عليها في العلاج اه عنده ممكن فيه لو هيرجع شغلهم اه في بعض الاماكن اه لو انا عاوز افهم بقى اسمتوماتيك كارير او مسلا لو بعمل لازمة الناس المتعافين حقق بلازمة بتاعتهم وعالج بيهم الناس اللي هم مرضى بس لازمة هاي تتري الاي جي جي والناس مسلا اه بتجرب فبتدي الفكسين وبعد ان تشوف ايس الانتيبودي تشوف الاي جي جي احييتكون بصورة كبيرة والاي جي ام ولا لأ فدوت برضو اه بيفيد في الفكسين لو واحد بياخد الثيرابي اه في السفير كيس عشان افويد طيب لو الرزل تطلعت اي جي ام او اي جي جي او لو معناها اللي مفيش الانتيبودي اللي موجود اللي انا بدور عليه مش موجود في العينة فهل هو مش موجود في العينة يعني ولا هو في الانتيبودي نفسها بتاعتي او الكارت او كده في ملقطهاش هنشوف نبقى اللي هو ما فيش اساسا وفيش موجود بس دوت لا يستبعد لازم اعمله اه بي سي ار ولازم اشوف اه عشان اه عالج لازم يبقى ايه هنشوف والسي تي وايه والراديولوجي طيب امتى يطلع لو الانتيبودي بمعنى انكيبيشن بريود لسه من اسبولة ثلاثة اصحابية في الاول او الاميون سابريسيف تريتمينت او الاميون كومبراماز بيشن زي ما قلنا او 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 ايه ممكن ان اخصم اقول مفيش انتيبودي او اللي هو لسه في الانكيبيشن بريود او بس الانتيبودي قليل او مفيش انتيبودي اساسا معناه احتمال يبقى ترو بوستف فعنده كوفيد نينتين او فولس بوستف مع كورونا فيروس لكن طبعا كده كده انا بعتمد اللاب مع الكارينيكل مع الراديولوجي مع الابديميولوجي اه هل هو بيقدم مناعة بيعمل بروتيكشن لأ ممكن يحصل تاني لان احيانا بتبقى بتبقى اللي هو تحميه متعمل ومش اكيدة بقى الانتيبودي اللي طلعت ده هل هاو ماتش او هاو زي ما احنا قلنا السيل او او عاملوا بقى يعني كده اتلاقوا بعض الاماكن زي ما اه صف الطويل العريض دوت اه اه يو كي طبعا اهل من حوالي من عشرة في المية في المانيا اربعة عشر في المية ايطاليا سبعتاشر يعني بتتراوح من عشرة لسبعتاشر في المية اللي علاته بالنسبة للتلات محاضرات اه بالنسبة للعشان اعمل ايدنتفيكيشن هاعتمد على ده هو اه عشان اول لنا ايدنتفيكيشن في اترياج وعمل بناء عليها عزل المريض اول لنا اللي هو بقى غير اسكليرانس او اه دوت او اللي هو ممكن يتعامل معايا الناس بالنسبة للسامبل اه المعتمد اه بالنسبة للسيرولوجي يعني مش هيعتمد على ليفتش خصوة لحاجة بس بيستخدم في ابحاث او سيرفلانس بالنسبة للانتج النفس الكلام بس اه نزيد من الابحاث هيحتاج يعني اه بالنسبة ليه الانيجاتيف ريال تايم بي سي ار واحد او اكتر عشان فيه لازم يبقى فيه مع الكالينيكا والهيستري والسيتي مع اه فاول اسبوع بيبقى بتاع البي سي ار حوالي ستة ستين في المية والانتبودي قليل بيبقى حوالي تلاتين في المية خلال الاسبوعين البي سي ار بيقل الاربعة وخمسين في المية لكن الانتبودي بيزيد لتسعة وتمانين وستة يعني حوالي تسين في المية فالكومبينيشن ما بين البي سي ار والانتبودي اه خاصة اي جي ام ديت بيحصل الحد حوالي تمانية وتسين في المية طيب اه اللي ممكن اخر العلاج او اه المريض يبقى اه قلت عليه نيجاتيب وهو بوسط ويعدل اه يعمل او لك المونيترينج بتاع المريض ويحصل هادي الجدول الزريف اول اسبوع المقارنة بين الاي جي ام والاي جي جي والتوتر والبي سي ار في مراحل مختلفة طب هل الوجود الانتبودي بيعني اللي فيه اميون ده ما فيه اميونيتي لا لا يعني في وجود اميونيتي ممكن يبقى فيه اميونيتي بس احنا ما نحنش عارفين قد ايه فلازم يتقاس اللي موجود كمية بتاعة القدية اه اه لو هي لو حصل بتوعب من واحد ولكن ممكن اه يقعد فترة اطول طيب فيه او مناعة القطيع او مناعة المجتمع زي ما بيقولوا بتحدث نتيجة حكتين لاما لاما او 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 ما عندهمش مناعة مناعة كافية السريشولد بتاع اللي انا عارف اقول بينا ليahahaha هي معروفة اتمنى كن اغدتكم في التلات محاضرات بتوع اه كلابراطورو دياجنوزيس واتمنى اه مشاركتكم ولو فيه اي تعليق انا مرحب به وشكرا والسلام عليكم احضر الله